تعتبر جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية هي أحد الطرق العلاجية الجراحية الحديثة نوعا في مجال الأنف والأذن والحنجر حديثة الحقيقة هي بدأت مناظير جراحة الجيوب الأنفية والأنف منذ حوالي تقريبا 20 إلى 30 عام وبدأت تنتشر في مصر الحقيقة ما نقبلش نقول عليها حديثة قوي ولكن هي الأحدث نسبيا من الطريقة التقليدية القديمة في الجراحة لعلاج أمراض الجيوب الأنفية لأنه عن طريق جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية بنقدر نحن نعالج أمراض كثير جدا بشكل أدق من السابق من الماضي وكان دايما زمان المرضى متعودين يقولوا أن عمليات جراحة الجيوب الأنفية دي عمليات بترجع تاني الحقيقة باستخدام مناظير الجراحية للأنف والجيوب الأنفية بنفتطيئ أن نجري الجراحة من خلال الأنف بدون أي فتح خارجي بالوجهة أو بعظام الجمجمة وبنفتفيد أيضا بدقة الرؤية باستخدام هذه المناظير وبالتالي الجراح بيقدر يتم العملية بشكل ضقيق ويستقصل المرض أو المشكلة بشكل أدق عن العمليات التقليدية اللي كانت بتجرى في السابق أو في الماضي بدون استخدام المناظير الحقيقة جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية بيتسع المجال فيها لأمراض كثيرة جدا على سبيل المثال وليس الحصر مثل لحميات الأنف والجيوب الأنفية العادة ما تنتج من حسسية الأنف والجيوب الأنفية بنستقصلها تماما بالمنظار الجراحي للأنف والجيوب الأنفية أيضا ممكن استخدام جراحة مناظير الجيوب الأنفية للمرضى اللي بيعانوا من التهاب مزمن بالجيوب الأنفية ممكن استخدام أيضا مناظير الجيوب الأنفية كأسلوب جراحي لاستقصال أورام الأنف والجيوب الأنفية وخاصة الأورام الحميدة استخدام المناظير أيضا بيمتد للسيطرة على بعض حالات نظيف الأنف اللي بتحتاج إلى منظار جراحي لتحديد بدقة بعض الشرايين التي بتؤدي إلى نظيف من الأنف ليه؟ يعني بنقول عليها نحن بنربط هذا الشريان أو بنعمله كأننا بندبسه أو بنقفل الشريان اللي بيعدي إلى النظيف طبعا جراحة مناظير الأنف والجيوب الأنفية غيرت بشكل كبير جدا المفهوم الجراحي للجيوب الأنفية برضو سهلت على المريض في الفترة ما بعد العملية الألام اللي كانت بتحدث باستخدام الجراحات التقليدية في السابق حسنت النتائج المتوقعة من العملية قللت نسبة ارتجاع المرض لدى المرضى وبالتالي بنحجب انطمن مرضى الجيوب الأنفية اللي كانوا دايما زمان بيخافوا من عمليات جراحة الجيوب الأنفية التقليدية إنها عمليات في المعتاد لا تنجح الحقيقة هي مقولة مش دقيقة قوي في الوقت الحالي ولكن باستخدام المناظير احتمالية عودة مرض الجيوب الأنفية بيكاد يكون منعدم والمريض بيلاقي تحسن بعد العملية بألام أقل بعد العملية بتعب أقل في الفترة اللي بتالي العملية والمريض ممكن يخرج من المستشفى في نفس اليوم أو تاني يوم ويجي لنا في المتابعة بعدها في يومين وثم في متابعة أخرى بعد أسبوع وبنشوفه تاني بعد شهر وبنلاقي النتائج بتكون أفضل كثيرا من العمليات التقليدية القديمة للجيوب الأنفية اشتركوا في القناة